السلام عليكم النودز هي أكل شعبية في الكثير من الدول الأسيوية وأيضاً لها شعبية أيضاً في بعض الدول العربية والسؤال المتكرر هل هناك علاقة بين استهلاك النودز وخطأ صاحب السرطان؟ مجموعة حماية المستهلك في هونج كونج في بداية هذه السنة لـ 2024 نشروا تقرير قاموا بفاست 19 نوع من النودز وحصلوا في 17 نوع منها حوال 90% من جميعها بعض المواد اللي ممكن تكون مصرطنة أيضاً في ماليزيا فحصوا 36 عينة وفي 11 عينة حصلوا مادة الإتليين أوكسايد اللي هي أيضاً لها خطورة أو خطر إصابة بالسرطان في مصر حصلوا 90 عينة وحصلوا ازدياد مادة الأفلتوكسين اللي هي معروفة لسبب سرطان الكبد وأيضاً حصلوا بعض المعادن الثقيلة في اليابان وقاموا بدراسة على النساء المصابات بالسرطان الرحم وحصلوا بعض الأدل اللي ممكن تدل على وجود خطر إصابة بالسرطان الرحم إذا كان هناك استهلاك زائد للنودز أيضاً في كوريا دراسة أخرى بحثة العلاقة بين استهلاك النودز وخطر إصابة بالسرطان المعدة وحصلوا أيضاً في علاقة الإشكالية أن النودز ممكن تسبب أمراض أخرى غير السرطان منها السكر والضغط والكليسترول في دراسة على أكثر من 3000 شخص بين سن 18 وال30 كان هناك ازدياد بخطر إصابة هذه الأمراض إذا كانوا استهلاك أكثر من ثلاث مرات في السبوع طرشوا هذا الفيديو للشخص اللي حب النودز نحن نقول خير أمو الوسط قطعها أفضل إذا ما تقتعها حاول تقل قدر الإمكان نتمنى الصحة والسلام للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته